كعادتها طبعا الكويت تحمل الهم العربي دائما فتكلمت بداية ذكرت موضوع الأحداث التي حدث في مكة المكرمة وشعورها بالأسى لما حدث لكن في نفس الوقت أكدت على دور المملكة الثابت في قضية خدمة للحجيج دائما لأن هناك من بدأ يشكك في ما يقدم إلى الحجيج فدافعت الكويت عن موقف المملكة وعزت المملكة بما حدث ثم انتقلت إلى قضية ما يحدث في سوريا اللاجئين في سوريا وما قدمته طبعا من دون منا إلى هؤلاء اللاجئين مؤتمرات التي عقدت مؤتمرات المانحين إعطاء حوالي مليار وثلاثمائة مليون تكلمت عن الهم اليمني ما يحدث في اليمن وما قدمته إلى اليمن وبيّنت أنها تحتاج أو يجب أن يكون هناك حلا سلميا في اليمن تكلمت عن عراق وما يعانيه من الإرهاب تكلمت عن ليبيا وأنه ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وحتى في سوريا أكدت عن موضوع الحل السياسي ثم انتقلت إلى موضوع الإرهاب الذي ترفض أن يكون مرتبطا من الإسلام حالما نود الحديث عنه دكتور إبراهيم يعني تحديات كثيرة تواجه العالم تطرق إليها سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة الكويت كان على رأسها الإرهاب والتطرف الأسود التحركات الدولية في مواجهة هذه الظاهرة كيف تقيمها قياسا بما تقدمه الكويت نعم لا زالت طبعا ما تقوم به دول العالم قليل في مواجهة الإرهاب بدليل أنها فشلت إلى الآن في موضوع إقاف تنظيم داعش والتنظيمات التي تتبنى هذا الإرهاب البعض شكك حتى في مواقف الدول بأنها ليست قوية بالقدر الكافي لكن نأتي إلى دولة كالكويت هي ضربت من قبل الإرهابيين عانت من هذا الإرهاب ومع هذا هي دولة داعمة للجهود التي تصطف وراء قضية محاربة الإرهاب وبيّنت أنها ترفض التطرف وترفض هذا الإرهاب إذا أخذنا مواقف الكويت حتى في السنوات الماضية تركز على الإسلام بين قوسين الوسطية في الإسلام الاعتدال في الإسلام وأن التطرف والتشدد والإرهاب ليس من طبيعة الدين الإسلامي هذا الموقف ثابت بيّنته في الأمم المتحدة وبيّنت أنها مع أي جهد ضد هذا الإرهاب الذي تعاني منه جميع المجتمعات والذي هو مرتبط بأزمة اللاجئين ما يحدث في سوريا بأزمة ما يحدث في العراق أنها قدمت 200 مليون دولار لمساعدة العراق في قضية من أصابهم يعني أذى من هؤلاء الإرهابيين وهكذا فمواقف ثابتة من الكويت عروبية إسلامية يعني حتى دولية طيب ضمن سبل مقاومة آفة الإرهاب أكدت الكويت على أهمية ترثيخ أسو ستين مئة المستدامة كيف ترى مساهمة الكويت الدولية على هذا المسار نعم خطاب يعني سمو رئيس المجلس فدراء أمثل حضرة صاحب السمو خطاب حضرة صاحب السمو منذ حوالي ثلاثة أيام في الأمم المتحدة تكلم عن موضوع التنمية المستدامة قضية محاربة الفقر قضية العدالة المساواة يعني رفع شأن المرأة جميع هذه الأمور عندما تتوافر هذه يعني تقف في وجه الإرهاب عندما يكون هناك يعني حرب ضد الفقر وضد الجوع الإنسان الذي يشعر بالشبع الإنسان يشعر بنوع من الاكتفاء الاقتصادي لا يفكر بحمل السلاح فبالتالي عندما يقوم المجتمع الدولي بدوره في محاربة هذه الأفات الاجتماعية والاقتصادية فإننا سنقطع الطريق على الإرهابيين لماذا يحمل الإنسان السلاح عندما يكون موفر له الوظيفة العمل العيش الكريم فبالقضاء على الفقر والجوع وعدم المساواة وعدم العدالة نقضي على الإرهاب بطريقة يعني غير مباشرة وأيضا طريقة مباشرة من خلال محاربة هذا الإرهاب إذن المنطقة العربية تواجه مخاطر استثنائية تهدد أمنها واستقرارها كيف ترى التلاحم الوطني الكويتي ضد هذه المخاطر يعني أروع مثال كان ما حدث في المسجد يعني عندما ضرب المسجد في رمضان في شهر المقدس في يوم المقدس في مكان المقدس والناس يعني سجود نجد أن من قام بهذا العمل الإرهابي كان يراهن على ضرب اسفين بين طائفتين رئيسيتين في الكويت بين السنة والشيعة لكنه وجدت تلاحما تماسكان بل بالعكس يعني قوت هذه الحادثة روابط القوة أو روابط الاجتماعية بين المواطنين برد نظر عن تمائهم المذهبي فوجدنا أنه يعني على العكس دائما كانت الكويت في المحن تتماسك تتجمع وهذا يعني أفشل مخططات الإرهابيين وأعتقد أنه أعطى رسالة بأن أي مخططات مستقبلية لن تنجح لأن الشعب متماسك فضل الله سبحانه وتعالى بإذن الله وهذا ما نتمنى المحلل السياسي الدكتور إبراهيم الهدبان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر